طيب أستاذ سعيد يمكن سمعنا توصيات السيد الرئيس وإحنا بنبص في خصائص المجتمع المدني من أهم خصائص هو التبادلية الجماعية التعاون الاشتراك بشكل عام لو هنتكلم على اتصال الأفراد بعضهم ببعض سواء احنا بنتكلم على أصغر فرد في أي أسرة للعملين في أي مؤسسة من المجتمع المدني لحتى مؤسسات الدولة بيدين طبعا ولو كان إيجابي على الدولة بشكل خاص أو بشكل محلي أو انطباع على الصعيد العالمي قد إيه برضو هارجع لنقطة الثقة وتعزيز دور المجتمع المدني والإيمان بدور المجتمع المدني ده أرسل هذه الرسائل اللي فعلا محطوطة في استراتيجية مصر طبعا المجتمع المدني يعني إحنا ما بش عاوز أخش في تفاصيل لكن هي وحدات صغيرة الأسرة ثم المجتمع ثم يقوم المجتمع المدني بنقل هذه المشكلات إلى المستويات الأعلى المهم في المجتمع المدني غير كل خازي الخصائص هو المهنية والحرفية والحياد والنزاهة والشفافية ويبقى الهدف الرئيسي لأي مؤسسة مجتمع مدني هي خدمة المواطن في الجزئية اللي هو اختارها يعني فيه جمعيات ثقافية بتشتغل على التوعية الثقافية فيه جمعيات خاصة بالتوعية السياسية فيه جمعيات خاصة بالحق في البيئة إلى أخير هذه القضايا اللي بتبنيها المجتمع المدني بتنقل تنقل مؤسسات المجتمع المدني هذه المشكلات إلى المستويات العلم مش بس كده لما بيحصل طبعا تعرف حديث أن الأمم المتحدة أصدارت أهداف التنمية المستدامة السبعة وعشر فيه أهداف التنمية المستدامة السبعة وعشر ومتطفق عليها العالم بقالهم أربع خمس سنين فيه أهداف معينة للبيئة والصحة والتعليم إلى أخير مهم جدا أن إحنا وإحنا بنتحرك عشان ما نبقاش بنشتغل في منطقة دياءة إحنا جزء من العالم فالعالم خلاص اتفق المجتمع الدول اتفق على سبعتاشر هدف حتى تتحقق التنمية المستدامة لمواطنية فعشان كده وإحنا دايما نشغلين بيبقى عيننا على ده يعني ما تبقاش الحكومة بتاعتنا وهي شغالة عينها على أهداف التنمية المستدامة وإحنا كمجتمع مدني ده شغلنا الأساسي ما يبقاش عيننا على ده يعني لازم دايما تركزنا يبقى على تحقيق هذه الأهداف هي دي اللي لها الأولوية لأنها تقريبا بتغطي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهو مهم جدا الأهم من ده أن إحنا بننقل بصورة أمينة المشكلات والتحديات اللي بتواجهنا للمجتمع الدولي لأنه في بعض المنظمات بتنقل مشكلات ما لهاش علاقة بالمجتمع المدني أو صورة جزئية أو تركز على حاجات بعينها لا إحنا مهمة المجتمع المدني لما يتواصل مع المنظمات المماثلة لي في الخارج ينقل الصورة الحقيقة ونعترف أن عندنا تحديات وعندنا مشكلات وبناسعى للحلول إلى آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر